أمسكم الله بالخير والنور والسرور وصفتنا اليوم ما هي جديدة ولا هي أبداً أبداً جديدة على الساحة بس هي مكرونا بالبشاميل بالنحمة المفرومة باستخدام طبعاً الوصف يلعاية ثمار العقيلات رح استخدم اليوم بهارات ثمار العقيلات تغسر وتجفف وتحضر وتعبأ وتغلف عندهم جداً رائعة محمصة واضح أنها محمصة من ريحتها جداً جداً رائعة طبعاً عندهم غير كذا عندهم خضار تجي من القصيم الآن بسبب هذه الظروف الموجودة في توصيل في موقع إلكتروني في توصيل لجميع أحياء الرياضية بنات تقدرون تطلبون من موقعهم الإلكتروني بقول لكم الأشياء اللي بستخدمها وبقول لكم بعض الأسرار الجميلة في وصفتي طبعاً رح تحتاج لحمة منفرومة لسه ما فكت صراحة طاز جاهي بس أنا فرزنتها بنستخدم لحمة منفرومة لحمة عجل رح استخدم طبعاً مكرونا رح نسلقها رح استخدم بشاميل البشاميل بستخدم صراحة البشاميل الجاهز والسر اللي رح أضيفه هو البهارات البيضة البهارات البيضة بتعطيه نكهة مرة لذيذة مرة لذيذة يعني حطيها مع البشاميل مع الجريش مع الرز حقك الأبيض بتعطي نكهة روعة أنصحكم فيها فأضيفها للبشاميل عندي بصل وطماطم فلفل بارد وخضار مشكلة ومعجون طماطم وبقدونس واللحمة المفرومة طبعاً والبشاميل والبهارات كركم وكزبرة وبهار مشكل هذا ذي الحشوة والبهارات البيضة للبشاميل والبشاميل هنا طبعاً سخنت الزيت وراح أضيف البصل بس يذب البصل رح أضيف عليه اللحمة لأن اللحمة لسه شوية مجمدة فلو هي مش جامدة مرة كان ممكن أخلي ياخذ له لون رح نضيف اللحمة اللحمة طبعاً ما تغسل لو في لا سمح الله جراخيم أو شيء الحرارة اللي قاعد تعرض لها يقتل أي جرثومة ما تغسل الآن رح أطققها وارجع لكم لنا طبعاً بشوية عنف طقطقنا اللحمة أبغى كل اللون هذا الوردي يختفي عشوكوا بنات اللي تريد تغسلها براحتها تغسلها بس ترى تغسل على قطعة بلاستيك ما رح تحصلين على طعام الليل والمعلوماتكم البورجر اللي أنتو طايحين فيه وطايرين من السعادة فيه تشترونا من بره من محلات البورجر والفود التراك وهذا كله ترى اللحم مغسول هذا أنا علمتكم وقلت لكم لأنه لما ينغسل يصير قطعة بلاستيك وزي ما قلت لكم كمية الحرارة اللي تعرض لها ترى هذي فوق الستمية وفوق الثمانية وكفينا هتقتل كل شيء فلا توسوسون يعني اللحم لسه مستو رح أضيف الطماطم لأنني أريد يذبل يذبل مغبوط يعني فبنخلي يطلع مويته ويذبل عدل مدل وهم الفلفل البارد واللي تحب ها سبايسي تحف فلفل حار الخضار المشكلة بس بخلي شويات يذبل وبضيف نشوف بعدين مع بعض يعني الآن يا بنات في هذه المرحلة رح أضيف معجون الطماطم وراء الكواليس سبتوا عارفيني وبضيف ري الله الحضار لمشكلة وعين عليهم مدري عيالكم زي عيالي بس أنا ما علي من أحد أهم شي يوبون بس فك لنا عقدة البصل الحين كل شي يكتمل خلي نحمس شويات وبعدين رح أبدأ أضيف بهاراتي شويات بس وأرجع للأمانة زدت المعجون كان ملعقة خليتها ملعقتين لأن يبيه محمر حل يمكن أبدا أضيف ملعقتين الشوحة و أضيف اضيف ثمار العقيلات الكزبرة تصعب ويضيف تصعبه ملعقة ونصف وكاركم ويضيف فلفل أسود زي ما قلت لكم يضيف فلفل أسود يضيف أو يكتفي بهذه الخلطة كواليس أضيف فلفل أسود وبالتالي و اقول لكم ايش راح اضيف في الاخير الان راح اضيف بس قليل شوي فلفل اسود انا اعشق الفلفل اسود اتبه مرة و راح اضيف شوية بس كريمة طبخ شوي راح اضيف كريمة طبخ راح اضيف شي بسيط يا بنات كريمة طبخ انا احبها كده تكون شوية صوسي و اخيرا وليس اخر من بطفي عنها و اضيف البقدونس وسلامتكم طبعا سوي حشوتك اللي تبينها ننسلق الماكرونا و نبدأ نجهز طبقاتنا و نجهز البشاميل قلت لكم بستخدوا البشاميل جاهز بس بضيف لكريمة و بضيف لبهار الابيض هنا البشاميل هو طبعا خفيف ترا هذا البشاميل هو كاديدي الاصفر عرفتوه اروايكم صورته هذا اطلق بشاميل عندي صراحة من الانواع الجاهزة طبعا انا كي بتشغل البيت احلى بس اذا كنتي مستعجلة لا يضر بضيف لشوي كريمة شوية مو كثير وبضيف لبهارات بيضة تعطيه الطعم يجن نشوف من كثر ما احبها هذا اللي باقي فيها بس عندي علبة ثانية بهارات البيضة صراحة تسنع الطبخ الطبخ الطعم كده في الاكل طعمها مرة حلو و رح اخلط المزيج هذا مع بعض و خليه على جنب لين المكارونة حقتي تنسي لك لسه ما خلصت مكارونتي فبخليه على جنب في البعض يضيف لبهار الابيض بالنسبة لي البهار الابيض يكفي مرة يعطيه طعم لذيذ مكارونة سلقناه سلقناه تمام حطيت عليه شوي بس من صوص البشامل وبعدين رح نبدأ نحطه الان طبعا شغلت الفرن رح احطه اما تسونا طبقات او تخلطون معه اللحمة المكرومة هذا الشي راجع لكم رح نبدأ نحطه الان بصينية الفرن ونسوي طبقاتنا هنا بصينية حقه الفرن رح ابدأ احط طبقات المكارونة او زي ما ذكت لكم تبون تخلطون اخلطوه حطه وارجع لكم الان رح ابدأ احط حشوة اللحمة المفرومة تبون تخلطونها مع هذا براحتكم فخلني احط اللحمة وارجع الحشو يعني والان بنحط طبقات مكارونة وبعدين بحط البشامل وفوقها جبن المزر الا او جبن الشدر اللي انتو حابينه وبعدين ندخلها الفرن وننتظر اللذاذة خلني اكمل وارجع اخر خطوة الان يا بنات عندنا بنضيف البشامل حقنا علي كله خلني اضيفها وارجع علشان اقدر اضبط واخيرا وليس اخيرا الموزر الا اللذيذة عشان التمغط اه طبعا سالفت المكارونة انا ما كنت نويا سراحة مكارونة حق العقلات بس تذكروني يوم زوجي كان مشتهي مكارونة بشاملو علمت طريقتها وسواها وصورها في قروب العيلة من وقتها والعيال مرة مشتهينها يابون زي مكارونة ابوهم بس ابوهم بالدجاج انا سويتها باللحم او بس دخلها الفرن بعد شوي تقريبا يعني لحد ما تسيح الجبنة وتتحمر يا صغيرتي استودعناها الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة